هكذا هي حال الطرقات في الجزائر العاصمة حركة سير بطيئة في الطريق السريع وحتى المنافذ أصبحت لا تستوعب الكم الهائل من المركبات خاصة في أوقات الذروة وحركة المورو تصيبها مغلوقة دل زنطوة السرعة تعاود تصيبها مغلوقة غير ثم قدامك خاصة مع الزور دو بواند ولذلك عدة أسباب منها عدم احترام قوانين المرورة كاي الناس دوكنتا تكون في منطقة في هادوك ميطرو في هاترام عندك الوسائل هادوما منقصوا لكم برومو علىك تقدر توصل آلاز وما عندش كوم برومو علاش تروح تستعمل السيارة تاعت باش تروح تحبس فاديك لكوم برومو وتعطل البلايس اللي يكون فيهم لعون الأمن وكامل رام يسلكوها وين ما تلقاش الشعب تلقاها لذلك لازم شك بوان ويكاين السيركيلاسيون يكونوا علىاصل الأمن بشير يقليوا وللتقليص من الاكتظاظ المرورية تعمل عناصر الأمن الوطنية على ضمان السير الحسن للطرقات من خلال منع التوقف في عديد المناطق بوضع الشرطة الراجلة ومراقبة حالة الطرقات بكاميرات المراقبة ظاهرة تستوجب تذافر جهود الجميع للتقليل من حدتها وذلك من خلال الالتزام بقواعد المرور ومساعدة عناصر الأمن الوطنية في إطفاء السيولة المرورية وبهدف استعاب تدفق الهائل للمركبات من جهة وتطوير شبكة الطرق والمشاءة القاعدية من جهة أخرى مخطط لتأهيل العاصمة بمشاريع حيوية واعدة ضمانا للانسيابية وتحسينا للإطار المعيشي للسكان ميليكا بناويشا تحولات كبرى تشهدها العاصمة منشآة فنية ومشاريع جديدة لتوسيع شبكة الطرقات 23 مشروعا يدخلوا ضمن تأهيل العاصمة المتعلق بحركة الأشخاص والمركبات الأولوية في المشاريع التي تنتلق حسب أهمية الطريق من جهة وحسب اكتظاث المروري في هذه الناحية هناك مشاريع استراتيجية على سبيل المثال لدينا مشروع الجامعة الجزائر الذي يربط جامعة الجزائر بالطريق الوطني رقم 8 شاريع طرابلوس هذا المشروع تقدم فيه الأشغال جد متقدمة حيث الجسر مكتمل 100% هذا المشروع يكمن في فك الاختناق على بلدية المحمدية وبلدية المقارية وربط الطريق السريع الشرقي دالبيضاء الجزائر بطريق السريع ودشيح هنا على الجهة الغربية للعاصمة مهندسون وتقنيون يسابقون الزمن للانتهاء من إنجاز ما تبقى من هذه المنشأة الفنية من الطريق الاجتنابي الجنوبي الجديد يبدأ من 5 جويلية حتى بلدية العاشور الشطر الثاني فيه 3.75 كيلو متر من بلدية العاشور حتى الدراريا الشطر الثالث فيه 3.75 كيلو متر من الدراريا حتى الخريسية في الشطر الأول من أشغال الآن متقدمة بنسبة 8.75% نعمل هنا في لزون فيلونتا العاشور دي ما نقدرنا 6 و 2 مواتا نعمل هنا في لزون فيلونتا العاشور ماشاء الله إن شاء الله يكونوا بزيف ما نقدروا يعاونونا ويسهلوا علينا أمور ماش نقدروا نجو نخدمو في لزالز ربوا الأرجي تعد بكري وأرجي تعد لوك مراهش كيف كيف لكي راني شوفوا تحسون رأم يخدموا في الفطر قان رأم يخدمون فطري حاجة شابة رأنا نعانو صرت مع الصباح وماذا بنا هنا يا رأم يخدموا هاكيا قادم يوم فيها زي راهي كم أنهنا حاجة شرف ولإدفاء حركية ديناميكية بين مختلف البلديات وربطها بمداخل الجزائر الوسطى تأتي هذه المشاريع الحيوية مواكبة للتوسع العمراني آلاف المراكبة تستعمل في هذا الطريق يوميا للخروج من مدينة سيدي عبدالله نحو الطريق الاجتنابي بن عكنون أو تيبوزا ويخضع هذا الطريق للتوسع ازدواجية الطريق على مسافة ما تقارب 2 كيلومتر طريق برخادم المؤدي إلى سحولة يشكل نقطة سوداء في حركة المرور لهذا يأتي مشروع إنجاز محول المتكون من جسرين على مستوى الطريق الوطني رقم 1 والطريق الوطني رقم 63 ويتضمن أيضا ازدواجية الطريق الوطني رقم 63 على مسافة 1.5 كيلومتر منشآت ذات أهمية استراتيجية يتزامن إنجازها وجهود تحديث وتوسعة شبكة النقل والمواصلات وفق هندسة المدن العصرية ستسهم لا محالة في تعزيز الإنسيابية في الطوقات مما يعود إجابا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية